عمل نحمي الوطن ونبني الإنسان إنعقد مؤتمر فرع نقابة المعلمين في جماعة دمشق بدورته العادية السنوية وذلك على مدرج جماعة دمشق بحضور الدكتور محسن بلال عضو القيادة القطرية رئيس مكتب التعليم العالي القطري ووزير التعليم العالي الدكتور عاطف النداف وأمين فرع جماعة دمشق لحزب البعث العربي الاشتراكي خالد الحلبوني ورئيس جماعة دمشق الدكتور محمد حسان الكردي ونقيب المعلمين في سوريا نايف الطالب الحريري تأخرنا في عقد هذا الاجتماع نتيجة الظروف التي مرت بنا والآن طبعا في هذا اليوم سيعقد الاجتماع السنوي لمكتب الفرع جامعة دمشق لنقابة المعلمين سيتم في هذا الاجتماع التقارير المقدمة إلى اجتماع المجلس هذه التقارير تتضمن الجانب التنظيمي وجانب التعليم العالي وجانب شؤون الأعضاء بالإضافة إلى الجانب الثقافي وجانب النشاط والواقع المالي هناك قضايا أساسية وهمة يجب أن تطرح في هذا الاجتماع وفي هذا المجلس ويجب أن تتخذ فيها الاقتراحات أو تقدم فيها المقترحات وتتخذ فيها القرارات الحقيقة كان هناك عدة مداخلات وكانت هناك أسئلة واضحة والمطلوب إما الإجابة طبعا تم من خلال إجابتي وضعت سادة الزملاء بالإجابات الواقعية طبعا تم تعرض لموضوع التأمين الصحي وتم تعرض إلى أيضا موضوع السكن الجامعي للتعليم المسائي لنسب النجاح كان هناك طبعا من زملائنا إن كان من السيد وزير التعليم العالي أو رفيقنا عضو القيادة القطرية إجابات شافية ووافية وواضحة لزملاء أعضاء الهيئة التدريسية أو أعضاء نقابة المعلمين في فراء جامعة دمشق الاجتماع ناقشها عدة مواضيع بما يخص تقرير المكتب الثرعي المقدم إلى المجلس في كافة المجالات والتصويت على التقرير والمقترحات والمداخلات كما تم الاستماع إلى هموم المعلمين والعوائق التي تعترضهم بما يخص الرواتب التقاعدية وأمور السكن وغيرها لتبقى سوريا صامدة قوية رغم الظروف بجهود أبنائها وبوقوفهم يدا واحدة حتى النصر اشتركوا في القناة